الحقيقة يعني أنت أول ما دخلت مجموعة من اللوح فظيعة يعني خلينا أقول جميلة جدا وبتنم عن موهبة أصيلة موهبة جميلة قوي لكن في البداية قبل ما نتكلم عن مجموعة اللوحات اللي معنا خلينا نتكلم عن موهبتك ابتدت معاك إمتى ومين اللي اكتشافها ومين اللي نماها ومين اللي ساعدت كده وقال لك برافو يا مونيكا انت شاطرة أنا برسم وانا صغيرة من الأول ما مسكت الألم بدأت أن أنا أرسم طبعا كنت في الأول برسم شخصيات كرتونية أنا بحب الكرتون من زمان برسم تاريبنا عندي خمس سنين ست سنين طبعا شجعتني ماما أول ما شافت الموضوع بدأت تجيب لي أدوات وارسمي واشتغلي والمرة دي هتطلع كده المرة جاية تطلع أحلى كل مرة هي اللي كانت بتشجعني وجيب لي أدوات وتقول لي ملكيش دعوة أنا هزبطك في موضوع الأدوات ده أنا خليني أحيي ماما من هنا وبقول لها برافو عليكي انت أم شاطرة أم مستنيرة لأن أحيانا أولادنا بيكون عندهم مجموعة من المواهب وأحيانا الطفل يكون عنده أكتر من موهبة لكن المشكلة أنه ما بيلاقيش حد يكتشفها وما بيلاقيش حد أصلا ينمي هذه المواهب بالزبط لا ماما كانت مشجعني جدا على الموضوع ويعني هي اللي هي فضل كبير في اللي أنا وصلت له دلوقت تمام قوليلي أنت مجرد كانت موهبة ولا أذكرت الموهبة دي بدراسة لا هي مجرد موهبة وكتهاد ذاتي ناوية إن شاء الله أخليها يعني الفترة اللي جاية ناوية أن أنا أخلي الموضوع فيه دراسة لأن طبعا أنا خدمة اجتماعية باكريوس خدمة اجتماعية تمام طبعا حتة المجموع ما خلنيش أن أنا مكتب التنسيق المشكلة في داعة كل المنصريين دي تدخلك في حتة وانتي تشغل حتة تانية خالص فهو الموهبة جيب بقى بعد كده عرفت أن في دراسات حرة في فنون جميلة قلت بقى هو دا اللي هيكون الفرصة الجديدة لي أن أنا دي الخطوة التانية بالرغم من زي ما هنعرف أنت عملتي أو أقمت أكتر من معرض بالزبط طيب قبل ما أتكلم عن المعارض وعن اللوحات الجميلة اللي معنا خلينا نتكلم عن إزي يعني أنا على علم أنك استخدمت موهبتك في تعليم كمان الأطفال فقليلي يعني ابتدتيها إمتى وعملتها إزاي أنا بدأت بعد التخرج على طول أنا متخرجة 2015 بدأت في آخر 2015 برضو بتشجيع من ماما برافو أنا أنا بعرفت عن مع الأطفال كويس جدا نشكر ربنا وبحبهم جدا جدا فأكيد هم بيحبوكي أكيد الحب دا بيوصل لهم يعني فأنا قلت إيه أحاول أن أنا أفدهم بقى يعني أنا كده باستفيد أفيد بقى فبدأت أن أنا أدي كورسات رسم الأطفال ومن سن أربع سنين السن دا صعب جدا في التعامل شوية وفي نفس الوقت مش كتير بيوافق على أنه يضرب السن دا سهي فبدأت من النقطة دي أن أنا النقطة المميزة في أني مش بدي كورسه وخلاص أن أنا ببدأ مع سن أربع سنين ليه لأنه السن دا بيبدأ يمسك الألم سهي بس بيبدأ يمسك الألم بقى اللي هو أشغبط أحرك إيدي عشوائي بيهاش عنده تحكم حتى أنه هو ما يخرجش بره الإطار المعمول أو الحدود بتاع الصورة بالزبط لأنه كمان بيبقى فيه أطفال كثيرة بتمسك الألم غلط فبدأ أعلمه إزاي يمسك الألم صح وإزاي نشتغل زواء تلوين أو راس بالطريقة الصحيح طب كلمين عن معرضك الأول وكان موضوعه إيه هل بتختاري مثلا موضوع معين للمعرض بتكون كل اللوحات بتدور حول الموضوع ده ولا بتكون اللوحات كل اللوحة بشكل خاص أو موضوع خاص هو بيبقى فيه وفيه يعني على حسب ما أنا بختار أو حسب اللوحات اللي بتكون جاهزة عندي معرضي الأول كان في 2016 كانت مساميها حتى موني تونز عشان خليته كارتون طبعا إحنا أي معرض بنشوفه بورتري أو تصوير زيتي أو مناظر طبيعية يعني فيه حاجات ثابتة فأنا حبيت أخرج عن السابت ده ده من منطلق حبك للأطفال كمان يعني خليتي أول معرض خاص بيهم بالزبط فقلت إيه قلت الحاجة دي يعني جديدة على الناس وما شافوهاش قبل كده وأنا نشكر ربنا متميزة فيها فعملت فكرة أن أنا أعمل معرض كله كارتون ده كان فكرة المعرض الأول أنها جات لي إزاي المعرض الثاني بانوراما فنية ده كان الشهردة ألف مبروك ما يبارك فيك كان يوم اللي فتاح كان يوم 13 فكرة المعرض أن أنا لقيت لوحاتي كلها فيها حاجات متربطة زي إيه؟ يعني اللوحات اللي قدامنا دي من المعرض الثاني؟ آه كل ده من المعرض الثاني طب اشرح لنا كده؟ أولا أنا دخلت في نقطتين نقطة الشخصية بتاعة المعرض الفنانة المكسيكية فريدة كهلو كسبب أن أنا تعمقت فيها أن هي لها قصة رائعة هي كفنانة مرت بظروف صعبة جدا جدا وفي نفس الوقت استمرت وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الشخصية الفنانة المكسيكية فريدة كهلو اللي أنت اختارت يكون موضوع المعرض بتاعك ليه اختارت الشخصية دي بالأخص؟ فريدة مرت بظروف زي ما يقوله صعبة شوية أو قصية قوي ده ما نعهاش أن هي تكمل في الفن بالعكس دي كانت فترة انتقالية جمدة لها وهي صغيرة طبعا هو يا مواليب بقى ايه 1800 أواخر 1800 أوال 1900 فالفترة دي كان الطب طبعا لسه مش قد كده وهي صغيرة جالها شرى الأطفال ده أدى إلى بطر رجليها بعد كده دخلت لما كبرت دخلت سنوي في فترة سنوي وهي راجع من مدرسة في مرة عملت حادثة صعبة جدا أدت نهاية تقعد سنة كاملة في السرير بتشجيع برضه من مامتها ضمن الحاجات اللي شدتني هي كل اللوحات اللي قدامنا اللي بتعرض دلوقتي على الشاشة هي دي فريدة؟ آه يعني كل اللي قدامنا هنا هو أقول له هو الاتنين اللي جنب بعض دول فريدة آه الاتنين اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي هما دول فريدة آه مامتها بدأت تشجحها جابت لها مرسم على السرير في مراية انها تشوف نفسها وتبدأ ترسي فبدأت تجسد المراحل اللي بتمر بيها وبدأت برضه تستعيد المشاهد اللي كانت بتشوفها على مدار اليوم وهي في المدرسة بتاعتها مثلا منظر في المواصلة عامة ومنظر في الشارع بدأت ان هي ترسم ده وتطلع لوحات جميلة جدا فحطة الشغف اللي عندها والمصابرة ان هي تفضل على موهبتها على الرغم التعب اللي كان عندها ده يعني كانت حاجة قوي جدا كان فيه تحدي آه عجبك التحدي في حاجة عجبني التحدي يعني بس مونيكا وانت بتتكلمي انا يعني بجد خطر بباري ان مهمة قوي ان الفنان يكون مصقف يعني مثلا شخصية زي فريدة كهلو دي مش كتير من الناس تعرفها نادرة ما تلاقي حد يعرف الفنانة المكسيكية لانها حتى مش مصرية لكن فكرة ان انت دورتي وقريتي واعجبتي بشخصيتها وجسدتي الشخصية دي على الورق في لوحاتك وعملت لها معرض مخصوص فقليلي يعني انت بتقري كتير النقطة دي حلوة يعني عجباني فعلا حتة الاراية انا مش لازم لو انا مثلا واحدة مش بحب التفاصيل مش لازم ادخل في التفاصيل بس انا كواحدة في مجال زي الفن لازم اعرف لا مش شرط التفاصيل بس لازم اعرف في مدارس كتير في الفن يعني في التكعبية في السوريالية في الوقعية لازم على اقل اعرف كل مدرسة من دين من المؤسس ليها ونبز صغير عنده يعني انا فريدة عمقت فيها لان ليها قصة مميزة فانجذبت ليها في المدارسة التكعبية بابلو بيكاسو يعني انا ده مكتب بابلو بيكاسو احنا معنا بس هنا مجموع من لوحات على الشاشة برضو تكلمين عنهم ده اصناق الافتتاح ده افتتاح المعرض كان مين الحضور كان معاك دكتورة رباب دي مديرة المكتبة ودكتور محمود خفاجي نقيب الفنين التشكيليين بالمنصورة سابقا هم افتتاحوا لي المعرض دي كتأول لوحة هي عبارة عن ايد بانوتا مسكة مراية وظاهر فيها عين من عينيها ليه عين واحدة دي صورة فريدة انت افتتحتي كده في بداية المعرض انا فريدة ما حبيتش اجيبها في كلها في باكت جي واحدة حبيتش اسيبها على مدار المعرض ليه طيب قوليلي يعني كل صورة ليها الطابع بتاعها وليها الاسلوب اللي رسمت بيها وليها حاجة مختلفة بما انها شخصية المعرض حبيت انها تبقى معانا طول المعرض طول المعرض واللوحات اللي جانب كل لوحة برضو بتدور حوالي نفس النمط بتاع اللوحة اللي هي بتاعت فريدة ولا بتبقى مختلفة عنها خالص؟ بتبقى مختلفة ما هو كل لوحة ليها موضحة عشان كده انا قلت بانوراما فنية اللي هي موضوع مش يعني مثلا ما قلتش بورتريه كده انا مجبرة حطت كل المعرض بورتريه طب ايه الفرق برضو خليني كايني واحدة مشاهدة قاعدة بتقولك ايه الفرق بين البورتريه الفرق لو انا مثلا في جيت لو قلت معرض كله بورتريه وحطت مثلا لوحة زي بتاعت الباليرينا ايه البورتريه اللي في الموضوع انا مش شايفة بورتريه انما لما يبقى المعرض بانوراما انا كده لما كل الاشكال الفنون وعملالها بانوراما كاملة بيديك حرية ومساحة اكتر ان انت تبديعي في اكتر من حاجة بالزبط صح؟ دي لطة تانية وقت يعني ما بتحجميش نفسك بالزبط وهنا